لكن لا ننسى أن الكتاب المقدس فيه نبوات عديدة عن دخول الأمم إلى ملكوت الله نبوات في سفر المزامير ولا ننسى النبوة التي اختبثها الرسول بطرس من يؤيل النبي أنه في آخر الأيام أسكب روحي على كل بشر وفي يوم الخمسين تم هذا الشيء لكن الرسالة ابتدأت بالفعل بيسوع المسيح اتعامل مع المرأة السامرية اتكلم عن السامر الصالح وأيضا شفى ابنة المرأة الفنقية اللبنانية ما كانتش من شعب الله وكما أنه الله احتوى رعوث المؤبية ما كانتش من شعب الله في القديم حتى تكون من سلالة يسوع المسيح لأن الله يحب الجميع فإذا النبوات اتكلمت عن دخول الأمم والروح القدس أو انسكاب الروح القدس هو للجميع هو بالفعل سفر أعمال الرسول بيتكلم عن تغييرات تغيير شاول الترصوصي لكي يكون رسول للأمم طبعا انسكاب الروح على الكنيسة الأولى وولادة الكنيسة الأولى وشئتها للدخول الأمم إلى شعب الله لأن هذا هو غرض الله وإرادة الله أيضا بوتروس الرسول الله استخدمه أنه يتكلم مع كورنيليوس قائد المئة الأممي وهكذا بولوس قبل الدعوة في أعمال 1347 مكتوب أقمتك نورا للأمم لتكون خلاصة إلى أقصى الأرض وكما أعطى المسيح المأمورية على جبل الزيتون تكونون لي شهودا من أورشاليم إلى أقصى الأرض وبولوس الرسول كان بيتكلم في المجامع لكن المعروف عنه أنه رسول الأمم فتخيل بالنسبة لليهود أنه بولوس بيتكلم للأمم الغير مختونين مظلموا الفكر ما عندهم مش الشريعة أو العهد جماعة بيعبدوا آلهة الوثن وعندهم آلهة كثيرة ومعابد كثيرة هنا مثلا الإلهة أرطميس أرطميس الأفوسوسية وهكذا يأتي بولوس الرسول ليكسر كل هذه الحواجز لكي يجمع أبناء الله المتفرقين من خلال يسوع إلى واحد لكي نكون رعية واحدة وراع واحد اشتركوا في القناة